تحول اليوم الذكرى السابع عشر لرحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ أمير الرواية العربية الذي غاب عن عالمنا في 30 من أغسطس من عام 2006 وهو أول أديب عربي حاذ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988 نشر نجيب محفوظ أكثر من 50 كتاباً ما بين روايات طويلة وقصص قصيرة ومسرحيات ومقالات ودراسات ومذكرات وتحليلات سياسية عندما يذكر اسم نجيب محفوظ تتداعى الذكريات حول هذه الثروة الثقافية الضخمة التي تركها لجمهوره من القراء والمشاهدين حول العالم فهو صاحب نوبل الأديب المصري الكبير الذي ترجمت رواياته للعديد من اللغات والذي اقتبست السينما المصرية والعربية الكثير من أعماله لتتحول إلى أيقونات سينمائية وتلفزيونية كذلك تحل اليوم الذكرى السابعة عشرة لرحيل الروائي والكاتب نجيب محفوظ حيث وافته المنية في الثلاثين من أغسطس من عام 2006 وكان أول روائي حاز على جائزة نوبل في الأدب العربي في عام 1988 ولد محفوظ في عام 1911 بحي الجمالية وترعرع في قلب الحارة المصرية التي ساعدت في تشكيل وجدانه المصري الأصيل بدأ محفوظ في التاسعة عشرة من عمره في نشر قصصه ومقالاته الفلسفية والتاريخية وتجلت موهبته القصصية والروائية في ثلاثيته الشهيرة بين القصرين وقصر الشوق والسكرية التي انتهى من كتابتها في عام 1952 نشر نجيب محفوظ أكثر من خمسين كتاباً ما بين روايات طويلة وقصص قصيرة ومسرحيات ومقالات ودراسات ومذكرات وتحليلات سياسية منها عبث الأقدار وردبيس وكفاح طيبة وخان الخليلي وزقاق المدق وبداية ونهاية لكنه عمد في السنوات الثلاثة الأخيرة من حياته إلى كتابة القصص القصيرة التي أطلق عليها عنوان أحلام فترة النقاها كان محفوظ أول أديب يكتب للسينما وتنوعت هذه الأعمال بين أفلام كتبها مباشرة للسينما وأخرى شارك مع آخرين في إعدادها وثالثة مأخوذة عن إحدى رواياته أو قصصه القصيرة تجلت عبقرية نجيب محفوظ السرد الروائي باستحضار الصورة الذهنية والتفاصيل الجغرافية التي تجعل القارئ يستحضر رائحة المكان وروح الزمان فتعانق المكان الجغرافي بالبراحة الإبداعي في رواياته التي جعلت للمكان دورا كبيرا في مسارات رحلته الإبداعية توفي نجيب محفوظ عن عمر الناهز 94 عاما ليسدل السطار على جسده لكن ستظل روحه موجودة في رواياته لجميع الأجيال القادمة